من بعد أزياد من ثمانية أشهر لازال قادي التحقيق في غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كواصل تحقيق التفصيلي في القضية التي يتبع فيها 31 شخص لمن بينهم موظفون ومهندسون أطور بالمصارح المركزية والجهوية للقطاع الصحي وحسب جريدة الأحداث المغربية فقد واجه قادي التحقيق خلال أيام القليلة السابقة رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط بالتهم الموجهة لها من طرف الوكيل العام للمالك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خصوص المسؤولية ديها الجنائية في مجموعة من الخروقات ولعلقة ديها بصفقات غير قانونية ولكن المسؤولة الأولى انفات كل تهم المنسوبة إليها وكان قد التمس دفاع رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الرباط صراح المؤقت للموكلة ديالو على أساس أنها مشتبه فيها ولكن لم تتم الموافقة على الطلب هذه القضية بدأت عندما أحال المكتب الوطني لمكافحات الجريمة الاقتصادية والمالية تابع على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أندار نيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 29 من شهر مارس المنصرم 31 شخص من بينهم 18 موظف عمومي بقطع الصحة و13 شخص منهم أصحاب المقاولات وذلك الاجتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في تمرير وتنفيذ صفقات عمومية في قطاع الصحة والارتشاء وإفشاء السر المهني والاستغلال للنفوذ والمشاركة ما تنسوش تشاركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة